مشاهدي قناة كومبيوس معوك تيفي مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية تعلن الهيئة العلمية لجائزة عبد الحاميد شوماني الباحثين العرب عن فتح باب الترشح للجائزة لدورة العام 2023 في دورة أهل 41 التي تبلغ قيمتها 20 ألف دولار وتمنح تقديرا لنتاج علمي المتميز في السنوات الخمسة السابقة للترشح يؤدي نشره وتعلمه إلى الزيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية والإسهام في حل مشكلات دات أولوية محليا وإقليميا وعالميا علما أن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو 31 مايس 2023 قام يوم السبت 4 فبراير 2023 وفد من إندونسيا بزيارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكان في استقباله من واب رئيس الجامعة وشكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة أنظمة التعليم العالي في البلدين وإمكانيات التعاون بين الجامعتين في المجالات الاهتمام المشترك ولسيما تنقل الطلاب والباحثين كما تم الاتفاق بين الجامعتين على توقيع مذكر استفاهم بشأن تطوير الأنشطة التعليمية والبحثية وتبادل الطلاب وأعداء هيئة تدريس وتبادل خبرات في عديد من المجالات شارك السيد عبداللطيف ميروي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار يومه الثلاثاء 7 فباير 23 في فعالية النسخة السابعة من ملتقى الجامعة الإسبانيا بالرباط والذي تنظمه الخدمة الإسبانية لتدويل التعليم وملحقية التربية والتعليم في تفارة إسبانيا بالمغرب وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد الوازير على أهمية تعزيز التلاقح الثقافي والحضاري بين المملكتين لا سيما من خلال تشجيع حركية الطلبة باعتبارها رافعة أساسية لتكتيف التعاون التنائي على عدة مستويات بما فيه صالح ونماء الشعبين كما كان هذا الرقاء مناسبة لتسليط الضوء على دور الطالب كفاعل رئيسي في توطيط الشراكة بين البلدين نظمت جامعة مولي إسماعيل بشاركة مع نادي قدات المغرب صباح يوم السبت 4 صدرين 23 بقاعة الندوات التابعة لها ندوة وطنية حول موضوع تعدل القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية وسؤال الدستورية أثر الندوة الدكتور محمد العلمي مشيشي الوزر السابق لقطاع العدل بحضور رئيس الجامعة الدكتور الحسن السهبي ورئيس نادي قدات المغرب ونقيب هيئة المحامين بمكناس ورؤساء المؤسسة الجامعية تابعة لجامعة مولي إسماعيل ونواب الرئيس والكاتب العام للجامعة وعدد من القدات وأتر طلب رئيس الجامعة وطلب باحثين وعدد من المسؤولين الجهويين انعقد صباح يوم أمس السابعة 7 فبراير 23 بالمدرسة الوطنية العلية للفنون والمهن التابعة لجامعة مولي إسماعيل اجتماع نقل المهام بين الدكتور يوسف العمراوي المدير السابق للمؤسسة والدكتور أبو بكر بوعياد المدير الجديد بحضور الكاتب العام المؤسسة الدكتور محمد علاوي والسيد الكاتب للمؤسسة السيد شرق المعطاوي والسيد المكلفة بالمصلحة المالية انعقد يوم أمس السابعة 7 فبراير 23 بقاعة الاشتماعات التابعة للمدرسة الوطنية العلية للفنون والمهن الاشتماعات تنفيق بين الرئاسة والمؤسسة الجامعية التابعة لجامعة مولي إسماعيل تمحور الاشتماع الذي ترأسه رئيس الجامعة الدكتور لحسن السهبي بحضور رؤساء المؤسسات ونواب الرئيس والكاتب العام الجامعة والمسؤول عن قطب الرقمنا والكاتب العام المدرسة حوله سير الامتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الخريفي للموسم الجامعي 2022-2023 دفاتر الدوابط البيداغوجي الوطني لمسارك الإجازة والماستر في إطار المخطط الوطني التسريات حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030 والذي سيتم تنزيلهم على صعيد شعب المؤسسة الجامعية من أجل المناقشة والإغناء والتعديل نهاية موجز الليلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر